مساء الصحة عمر ما التطوير بيجي ان احنا نكون ماشيين على خط واحد الطريق لازم يبقى فوق وتحت يعني احيانا ننجح واحيانا يحصل لنا شوية عرقلة ماتش مصر والسنغالي المبارح الحقيقة احنا فخورين باللعيبة بتاعتنا وبرجالتنا وهنديهم الثقة على طول مش معنى ان احنا مفروزناش على السنغال يبقى يجينا طاقة سلبية او نصرب روح اليأس وسط الشعب المصري احنا فخورين وعرفنا ان هم يعني وحسينا ولمسنا ان هم بزلوا قصارة جهدهم وهنفضل على طول ندعمهم النجاح والتطوير بيجي من التعلم من الاخطاء انبارح طبعا تابعنا ماتش مصر والسنغال وشوفنا قد ايه كان اداء المنتخب الوطني بجد كان حقيقي امتياز حتة المكسب او الخسارة دي بيدخل فيها احيانا يعني مسألة الحظ الحقيقة ان انبارح المنتخب المصري كان قصر امام فريق السنغال ولكن احنا فخورين بي وفخورين برجالتنا ولكن كانت النتيجة اربعة اتنين برقلات الترجيح بعد ما انتهت المباراة في الاشواط الاصلية والاضافية والحقيقة ان ابطال مصر كسبوا تشجيع واحترام المصريين وكمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه لهم كل التحية والتقدير وكمان قال لهم ان احنا فخورين بيكم وعمر ثقاتنا ما هتهتز فيهم ابدا يعني الملعب او الكورة هي مكسب وخصارة وزي ما قلت في البداية وفي الانترو ان التطوير بيجي من ان احنا نتعلم من اخطأنا نتعلم احنا ممكن يعني في كاس العالم بقى داخل علينا هنعمل ايه وايه اللي احنا اخطأنا فيه وهنفضل على طول ندعم منتخباتنا الوطنية طيب فيه مدخلة معنا ولا مفيش يا شباب اشتركوا في القناة